اشتركوا في القناة لمختلف القضايا والتحديات العالمية جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله اليوم في إطار ترأس سموه نيابة عن حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه لوفد مملكة البحرين إلى اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها التاسعة والسبعين المنعقدة بمقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك مع علي السيد أنطونيو جوتيريش الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة حيث أشار سموه إلى جهود منظمة الأمم المتحدة في تعزيز التعاون الدولي ودعم العمل المشترك لمواجهة كافة التحديات التي تواجه العالم مؤكدا سموه حرص مملكة البحرين على مواصلة تعزيز أوجه التعاون والتنسيق المشترك مع منظمة الأمم المتحدة كما جرى خلال اللقاء استعراض آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية ومناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك ترجمة نانسي قنقر